ايام قليلة تفصل بين الحسم لمنصب رئيس الجمهورية والتنافس السياسي لاختيار المرشح التوافق بين الكرد في حالة موتورة بعض الشيء فيما هذه الحالة يعتبرها سياسيون ومراقبون على انها طبيعية للغاية وهي ما نتجت عن حالة الحراك السياسي والديمقراطي في البلاد بعد انتخابات تشرين التي غيرت مفاهيم عدة وانتجت حالة الحوار التي غابت في سنوات ماضية تصريحات من داخل اروقة الاتحاد الوطني الكردستاني تشير الى ان الاتحاد هو صاحب الحق في تحديد شخصية رئيس الجمهورية الجامعة للكرد واختيار برهم صالح لولاية ثانية يعطي حالة من الثبات على الموقف عند الاتحاد الوطني لكن وجود 26 مرشحا منافسا على المنصب الجديد معادلة قد تزيد الاثارة والفضول وفي ذات الوقت ستكشف عن الضرر الذي يلحق بتأخير العملية السياسية سيما حالة الاطار التنسيقي غير المستقرة في ركن من اركان البيت السياسي والذي اصبح يطرح خيارات عدة من بينها المعارضة او المقاطعة لكن بالرجوع الى الوراء قليلا فان برهم صالح وبحسب الصحافة العراقية والعربية والعالمية صنع مساحة واسعة من الاحداث الديمقراطية الحالية باعتباره شارك بشكل رئيس في تأمين العملية الديمقراطية والتأكيد على حقوق العراقيين في العودة الى الشراكة الاقليمية والعالمية وهنا التأكيد الذي يعيه سياسيون وبرلمانيون في العهد الجديد على ان العراق بحاجة الى منصب رئيس الجمهورية يمنح بغداد ما تحتاجه من تغييرات جرية لمستقبل افضل في الاتجاهات المختلفة التي تسبق اختيار الرئيس تبقى الايام القليلة المقبلة هي الفيصل